وزير الصناعة نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة تنمية الصناعية والنال النهاردة قرر في اجتماعه التاني كنت بالك لسه هم بقى ايه للوزراء حرف اللي مين ده الاجتماع التاني للمجموعة الوزرية للتنمية الصناعية اللي بيرقصها الفريق كامل بحضور كل من بقى مين بقى المجموعة الوزرية اللي معاه رانيا المشاط ووزرية تخطيط التعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مهندس محمد صلاح وزير الدولة لإنتاج الحربي مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتورة منال عوض وزير تنمية المحلية مهندس شريف الشربين وزير اسكان مهندس محمد شيمي وزير طالع مال المهندس حسن الخطيب وزير السمار المهندس كريم بدوي وزير البترول والسلو المعدنية السيد وليد جمال رئيس الهال العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي هو مختار عبداللطيف رئيس الهال العربية للتصنيع ممثل وزيرات الدفاع والداخلية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى جانب المختصين من وزيراته للجهات المعنية ايه اللي قالوا لهم الفريق كامل النهاردة شما قدامك هو انشاء منصة مصر الرقمية الصناعية هنعمل منصة اسمها منصة مصر الرقمية الصناعية واعداد خريطة للتسهيل على المستثمرين اجماعة ما لا يمكن قياسه لا يمكن مراقبته الراجل حط ايده على الوجع نعمل عملية ايه عملية رقمنا وتحول رقمي عشان ابقى قاعد قدامي شاشة عارف كم مصنع شغال بينتج قد ايه بيصدر قد ايه بيدخل السوء المحلي قد ايه المخزون قد ايه من المواد الاولية المحتاج في الجماليك قد ايه لازم ارقام دون وجود ارقام لا يمكن ان احنا ندير وهيضحك علينا شوي الطجار ما عندهمش ضمير زي ما ديحكوا علينا ايام الرز وايام السكر وايام كذا وايام الخمات وايام وايام التحول الرقمي هو الحل الوحيد والجسن الوحيد الذي يمكن ان نعبر عليه الى من نريد ده عمل نهاردة الفريق كامل الوزير وبعد الاجتماع صراحت رن المشاط وزيرت التخطيط والتعاون الدولي والترمية الاقتصادية قالت ان في 37% من الاستثمارات الحكومية موجهة للقطاع الصناعة بالعامل مال الجاري يعني الدولة اقسمت باغلز الايمان بشكل كناء يعني انه هذه الفترة هي فترة الصناعة هذا العصر وعصر الصناعة تاني بقول الدولة الرئيس النهاردة لما يعني يخلق او يوجد او يستجد ب منصب نائب رئيس الوزراء للصناعة النهاردة احنا يعني في منصب جديد لانه الدولة والسادة الرئيس مهتمين اهتمام حقيقي بقى بالصناعة مش تقارير بتتقال وتمام والدنيا تمام لا 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 اكتر حد بيواجه الحقيقة واكتر حد بيعرض الحقيقة هو رئيس الدولة قلينا اقول لكم والله يعني انتو بتتبعوا في كل اللقاءات اللي فيها السادة الرئيس بيعمل المداخلات بيقول كلام وساعتها رئيس يقول هل ينفع اداية قال اه ينفع لانه احنا بنكلم بعض ينفع لان احنا بنفوق بعض ينفع لان احنا مش هينفع نخبي حاجة عن الناس اه ينفع في كل مرة الرئيس بيمسك فيها المايكروفون يعمل مداخلة مع وزير او يكلم الناس بيكون عايزة وسط الرسالة هذه الرسالة بتعمي وتعني فقط ان احنا نقول الحقيقة للناس طيب وحن نقول الحقيقة نرشدهم لا عشان كلنا نتعامل معها نتفعل معها عشان نعرف عشان محدش يضحك علينا عموما النهاردة حياة خلي التعليم في الاخر لان تعليم ده فيه مشكلة كبيرة جدا يا جماعة خلينا اقولها لكم نعم